السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي اليوم شاء الله غنحضر معاكم فطائر شواية غنحضرهم شاء الله بدون اختمار كذلك غنحضر معاكم بدون حليب ولا زبدة كيجو الشاشين وكيدوب ودوابا وكذلك غنشارك معاكم واحد الحشوة اللي كجلديدة بزاف غنحضرها معاكم شاء الله بدون لحم المهم يا حبائي ما نطولش عليكم قبل ما انتظروا الوصفة دينا ما تبخلوش علي بلي لايك ديالكم بش دائما مقام حالكم على الوصفات الجديدة والمميزة اليك توك تزوروا القناة دي لأول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات بش تصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا قبل ما مبدو اي وصفة منسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وضبخ لكم على المقادر وكيفية تحدير بسم الله على بركة الله كمكونات ديال وصفة ديال اليوم ان شاء الله غنحتاجوه 5 ديال كؤوس ديال دقيقة في قياس كس العنباء اللي هي 500 جرام كذلك غنحتاجوه 1 ملعقة صغيرة ديال ميل حول ملعقة تبقى على حسب الدوق وملعقة كبيرة ديال السكر اللي يمكن لكم استبلوها بالعسل كذلك غنحتاجوه الملعقة الصغيرة ديال خميرة الخوف زولة الخميرة الفورية ما كان كتروش لانه جو صخون في حالة سكي لك الجو بارد كتديروه جوج ديال ملعقة صغار ولا ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ديال الخال كما لاحظتو معاي وواحد الحبات ديال البيضة اللي من الافضل تكونك هي غير بدرج حرارة ديال المطبخ وربع كاس ديال زيت نباتي اللي هي 37 مليليليتر كذلك غنحتاج لواحد جوج ديال القطاع ديال الجوب من متلات وصراحة بالنسبة للجبن فهو كيخليكي العجينة ديال ناجي فيها الماء داق يعني كتجيبنينا من اللي كانت ناولوها غير هي حولوك كيدديرو داك الجبن اللي كيكون كريمي يعني ما تديروش هدك اللي كيكون بحاج جبن كيبقى هكي مفرتط في العجينة وغنعجنو ان شاء الله العجين ديالنا بالمال اللي كيكون دافي اول حاجة كنضيفو شوية ديال الماء للخميرة باش الحبيبة ديالك يدوبو وكندمجو الكل وكنستمروه كيف العجين غير بالاطراف ديال الاصابع وحنا كنضيفوه الماء غير شوية بشوية في الاخر بغينا نحصلوه كي على واحد العجينة اللي كتكون رطبة وشوية شاد دراسة يعني مشي العجينة اللي راخوة لاحظو معي القاوم ديالك يخصو يكون بالنسبة العجينة ما كتبقاش تلتسقونا في اليدين ديالنا ومنك نضغطو عليها كنحسو بها رطبة ولكن مشي خفيفة بالنسبة الكيمية ديال ما فأنا دخلت كاس هذا كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق وكذلك الحجم ديال البيض كما اذكرت لكم كندهنو العجين ديال نوش فيها ديال زيت نباتي وغنغطوها ان شاء الله بواحد قطعة ديال بلاستيك وكذلك بواحد قطعة ديال توب وغندوز ان شاء الله نحضر معكم واحد الحشوة وصراحة لي كتجي لدي دفزاف المكونات ديالها بساطين غنحتاجو فيها واحد الحبة ديال الباصال كذلك عندي هنية واحدة جوج ديال الحبات ديال الفلفل خالط ما بين الفلفل احمر والفلفل اخضر يمكن لكم تكتافيه غير باللون واحد يعني مشي ضروري تدرو فلفل الالوان كذلك عندي هنية الكرامب ولا الملفوف اللي كنديرو بها الكسكسو حتى هو بصراحة كيجي بنين بزاف الحشوة وبنسبة الخضر بصراحة كاملة كجلدي ده بزاف يعني حاولوا كيتكتروا الخضر وكنضيف اربعة ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون اللي يمكن لكم ديروه خالط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتي كذلك كما لاحظتم معي ضفت واحد ملعقة صغيرة ديال الملح اللي كتبقى على حسب الضوغ على شوالة اللي كتكون مهيلة كنستمرو كي مرة مرة كنحركو حتى كالطيب معنا الخضر لاحظوا معي الفلفل طابت هنية غنضيف عليها واحد جوج ديال الحبات ديال الجزار واللحبة اللي كتكون كبيرة اللي كنحكوها في الحكاكة ولكنبشروها وكنعصروهم داك الكمية ديال السوائل اللي كتكون فيهم يعني ككونوناش فين كذلك واحد للحبات ديال القرع ولا الكورجيتة حتى هي كنحكوها في الحكاكة وكنعصروها من الماء وبصرحة بالنسبة لهذا الحشوة هادي فهي كتجي غنية بالخضر وكتجي كيابنينة كما كنذكر لكم بالنسبة الخضراء يعني رازوينة بزاف لهذا حولوا كيتكتروا منها في التوابيل غنحتاج نسمعي القاة صغيرة ديال الفلفل الأزوات ديهو الإفزار كذلك بالنسبة للسكينجفير والكوركم المهم بالنسبة لها التوابيل هادو ما كنكتروش منهم باش الخضراء ديالنا كتبقى نحافظ على الطيبة ديالها كذلك كنضيفه شوية ديال البودرة ديال التوم اللي توفرته عليها بطبيعة الحالة وجوج ديال ملاعق صغار ديال التوابيل ديال السماء كل التوابيل ديال الحوت وصراحة بالنسبة لها التتبيلة هادي فهي كتخليكي الحشوة ديالنا كتجي لديدة خصوصا احنا في الأخر غنضيرو الطون فهو كيتوتى بزاف مع هادو التتبيلة هادي كنستمرو في تحريكة لاشو علالي كتكونكي متوسط طاحتك تتعليك الحشوة ديالنا وكنضيفوكي واحد العلبة ديال الطون صغيرة واخا ما كنضيفوش كمية كتيرة ديال الطون فالحشوة ديالنا كتجي لديدة لان ديك التوابيل ديال السماء وصراحة كيزودوها الماضاق كيتبعوكي عند العطار بالعبار ولا بالقلعة كما حبيتو وفي الأخير كنضيفوكي حشوية ديال الجوفن فأنا استخدمت الجوف المتلات ضفت منه ثلاثة ديال القيطة عمتو ما يمكن لكم ديرو اي نوعية ديال أجبان وهكا الحشوة ديالنا كتكون صباحة جهزة واحدة للعجينة ديالنا كتكون اختام ريت كنخوهم الاختمار واللم الهواء وكنقسمها على ثلاثة دائما للعجينة ديالنا كنغطوها فاش ما كتنشفش معانا وهذا القطعة هذي مباشرة كنصرحوها يعني العجينة ديالنا بكنخليوش ترتح فض المرحلة هذي لأنها كتكون احدة للعجينة اللي ارتطبع هدا هو السنك ديالنا بعد ما صرحتها كنقطعوكي بالجرارة ديال الشبكية وبالنسبة للقطاع كل قطعة كندير فيها 10 سنتيم يعني 10 سنتيم مربعة ومن بعد كنبقاوكي نوضعو الأصبع ديالنا يعني كنعلمو البلايس اللي غنوقفو فيهن في التقطيع وكنقطعوه بحالية شكيل يعني مني كنوصلو الفلاسة ديال الأصبع كنوقفو باش ذاكي الفلاسة هذي كنتبقى منلتحمة يعني ما كتقدعش معانا وكنحاولوكي نضغطوكي نضغطوه مزيان على القطعا باش ketقطع معانا العجينة وهكا كندوزو straight الحبيت كاملين كما كتلاحضو معاي ذاكي الفلاسة اللي هكا نحط فيها الأصبع ديالي كتبقا العجينة ملتحمة يعني ما كنقطعوهر ان ذاكي الفلاسة وهكا كندوزو على القطع ديالنا بحالية الشكيل ومن بعد كنجيبوا الحشوة اللي كتكون بردت وكنوضعها كي واحد الكمية معقولة يعني تقريبا كي واحد ملعقة كبيرة ولا ملعقة ونصفة باش كي يجوا عامرا بالحشوة ومن بعد كنصدوهم بحالي هشكل حولوا كي تبتوهم زيان فهذا المرحلة هدي باش ميتحلوش معكم في المرحل ديال الطياب وكنقلبو هاد الليصات بحالي هشكل باش كي يعطونوا واحد شكيل اللي كي يكونوا بحالة وريدة المهم يا حبائي بنصفة لطريقة ديالخدمارة باينا والفطائر ديالنا كي يجيوا كي بحال شي وريدة ومن بعد كنجيبوا كي واحد لحبة ديال الزيتون وكنوضعها في الواسطة بحالي هشكل كتعطينا كي المنظر وفي نفس الوقت يعني كتبتنا العجينة بحالي الشكل هدايا يمكن لكم ديروا زيتون أخضار ولا زيتون أسود كما حبيتو بالنسبة للعجينة اللي بقت لي بالنسبة للكويرة هدي غنقسمها بستاديا للقيطاعة كذلك بالنسبة للك الزوائد اللي يبقوا لي حتى هوا ما كورتم وكنسرحو العجينة ديال نبدل لك وكنعمروه بالحشوة وكنحاولوه كنتبتوها مزيان بحالي شكل وفي هذا المرحلة هدي غنحتاجوا لشوية شوية عادية اللي كانشوع لها اللحم الأفضل يكونوا كي المربعة دياله صغر شي شوية يعني ما كيكونوا شكبار ويعندي هنا شوية ديال ما اللي كان في الزكاية اللي بشوية ديال ما وكندهن هدا شوية بحالي شكل غير دهنة خفيفة كذلك في هذا المرحلة هدي غنحتاجوا للتحميرا ولا العطرية الحمراء ولا البابريكا كتكون بحالي شكل كنوضعوه كي واحد ملعقة على الورق ديال الطبخ وكنحاولوه كي اللبسو دك شوية بهاد العطرية بحالي شكل وكننفضو دك الزوائد هنا كنجيبو الحبة ديال فضائر ديالنا اللي كتكون مع مرة كندهنوه بشوية ديال صفر ديال بايد مع شوية ديال خل غير دهنة خفيفة وكنوضعوه على الشوية بحالي شكل باش هكي كتعطينا دك العلامة اللي كتكون في الشوية كنحاولوه كي نضغطوه عليا شي شوية وكننهزوه بحالي شكل لاحظو معي كيفش كتجيب صراحة كتجي رائعة كتجي كي مزخرفة بنص طريقة كرجع وكنعمر دك شوية بتحميرا ولكنتبتو مزيان في هاد تحميرا بحالي شكل ولا البابريكا وكنضغطوه للحبة ديالنا وهذا هو الشكل ديالا وبصراحة كيجي وكي قطاع اللي مميزين كتجي كي الزخرفة ديالهم نبحث الزخرفة اللي كنديروها كافي البسطيلة المهم فهذا المرحلة هادي ما كنخليوش العجينة ديالنا تختامر ومباشرا بعد ما كنشكلوها غنطيبوها كندهنو هاد الحبات اللي كيكونوا على شكل وريضة بشوية ديال صفر ديال بايد مع شوية ديال خال اما بالنسبة لحبات تانيين نراد هنهن في اللوول وغندخلوه من شاء الله الفران على شوية اللي كتكون مهيلة كنحطوهم في الجيال الفقانية بحيث كتكون نرمال تحت حتى كيتحمروه بجيال الاسفل وكنهبطوهم يدهبو وهذا يكون الشكل ديال من بعد ما طابوه بصراحة كيجي وقمه فالروعة لا بالنسبة لفطائر اللي كيجي وكي بحل وريضات مزينة بهذا الحبات ديال زيت واللي كتزيد مجمالية ولا بالنسبة لها القطاع هادو بصراحة كيجي وكي بحل بسيطلات وبالنسبة لذلك التحميرة اللي كنزخر فوهم بيها يعني كتجي تابتة ما كتتحييد موالو يعني كتكون لاصقة وكما عودكم ضروري نحلم معكم ولاحظوا معي كيفيش كيجي من الداخل كيجي وكي عامرين بالحشوة وفي نفس الوقت كيجي رطبين وشاشين وكيدوفوا دوابان بالنسبة لعجينة ديالنوة وخما كنخليوهاش تختامر المرة التانية فهي كتجيه شيشة ورطبة المهم يا يحبائي هكذا قليلا نودعكم تلقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع السلامة